الحمد لله رب العالمين اللهم صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم لقضاء شيء معين أو تريد أن يقضع لك الأشياء يعني عندك عقوسات ونحوسات في قضاء أشيائك أنت مقبير على الصفر أوراق بيا وشراء عندك مثل منزل تريد أن يباع حتى لتيسير الزواج تريد أن تشفى من مرض لأنه لقضاء الشيء القضاء الشيء أي شيء الشفاء من مرض جلب الرزق مثلا ممكن أن تقرأ بنية جلب الرزق لقضاء الشيء إيجاد العمل من يريد أن يجد عمل أو يريد أن تدخل ما يفعل هذا الطريق لا سأقول لك تقرأ هذه الصورة بهذه العدد إن شاء الله تريد مثلا يحبك زوجك تريد أن تترجع الزوج استرجاع الزوج مثلا يعني على حسب نيتك أي شيء تريد أن يقدارك فقط أنت تضع نيتك على الأشياء التي تريد أو الأشياء التي تريد وتقرأ هذه الصورة بهذا العدد يوميا في الصباح مباشرة أول من الأحسن وراء صلة الصبح إذا لم تستطيع فلما تستيقظ مباشرة تقرأ صورة الشمس 11 مرة ترى العجب من الحظ والرزق وقضاء الأشياء وتيسير الأمر ومحبة الناس إليك ومحبة الزوج إليك والبيع والشيرة وجلب الحظ وقضاء الأشياء تقرأ صورة الشمس مباشرة 11 مرة في الصباح ترى العجب إن شاء الله مرادا يقضى له أشياءه وخصوصا ذلك الشخص الذي يندعوك ستح كل شيء ونحسات يعني أينما يضع يده لا يكمل له شيئا دائما عنده النحس والعكس دائما النحس والعكس فليداوم على صورة الشمس يوميا 11 مرة في اليوم هذا كل شيء أتمنكم الخير وإلى اللقاء لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله